بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي مع الوحدة الخمسة في الفائدة البسيطة وهي الوحدة الأخيرة لأن المنهج قلنا فائدة بسيطة وفائدة مركبة كل الوحدات اللي فاكرة بتتكلم عن مبلغ واحد بتعامل معها أو عدة مبالغ أو كده لكن دي بتتكلم بها عن المعاملة بالأقصات يعني اسمها الدفعات الوحدة الخمسة اسمها الدفعات الدفعات يعني است ايه الفرق بين الوحدة الرابعة والخمسة اللي هي تسويت الديون والدفعات هناك كنت بمبالغ مختلفة وأوقات مختلفة في تشوية الديون هنا حضراك لو جايب سيارة بالقسط بتدفع مثلا كل شهر ألف ريال يبقى المبلغ سابت والمدة سابتة كل شهر أو بتدفع مثلا لو حراج جايب عقار أو أرض بتدفع كل ست شهور مبلغ سابت كل سنة يبقى المدة سابتة والمبلغ سابتة تقسم أيه الدفعات الدفعات بتتقسم إيه دفعات عاجلة ودفعات مؤجلة وهتكتصر دراستنا على الدفعات العاجلة بس مش الدفعات المؤجلة مؤجلة يعني ممكن أأجل أقول للبنك أجل للأقصاد دي إحنا مش هنتعرض لهذه الحالة لكن هنأخذ العاجلة العاجلة يعني اللي في موعدها الدفعات العاجلة بتنقسم إلى فورية وعادية ومهمة قوي بقى الحتة دي في المسألة عشان بتفر إيجامة جدا يعني إيه فورية بتدفع في أول فترة يعني حضرتك مثلا بتدفع سيارة أول كل شهر يبقى دي فورية أو قسط مبنى أو عمارة أو منزل أول كل ست شهور يبقى كلمة أول تعني فورية هتفرق إيه هقولك دلوقتي لكن لو بدفع عادية هتدفع آخر الفترة هيا بدفع هنا است مثلا معايا جوال است جوال كل آخر كل شهر يعني يوم واحدة تلاتين في كل شهر يبدفعه أو بدفع است سيارة آخر كل شهر يبقى كلمة آخر تعني في آخر المدة أو دفعة عادية يبقى كلمة فورية في أول المدة وكلمة عادية في آخر المدة طيب الدرس هنا ينقسم إلى قسمين الجملة والقيمة حالية الجملة اللي هي بتاعت الناس اللي بتتأخر والقيمة الحالية بتاعت الناس اللي بتخصم وبتيجي بدري جملة الدفعات المتساوية اسمها الدفعات المتساوية لأن المبلغ متساوي والمدة ثابتة القانون كبير شوية بيقول لي المبلغ في المدة ده حد الوحده زائد المبلغ في المعدل في 1 على 12 في 1 على 2 في حاجة اسمها مدة المبلغ الاول او بنسميه احنا مدة استثمار المبلغ الاول زائد مدة استثمار المبلغ الاخير يعني ايه انا دلوقتي حراك لما بدي التاجر اول است هم بيحطوش في جيبه بيستثمره في السوق يبقى فيه بيقعد اول است ده في جيبه يستثمره في السوق تاني است وتالت است احنا بنهتم باستثمار المبلغ الاول واستثمار المبلغ الاخير القانون طبعا احنا لازم نكتبه باللغة الانجيزية لان هو ده التعامل معنا اضرب ايه اللي هي المبلغ ان اللي هي عدد الاقصاط زائد ايه تاني في ايه اللي هو المعدل واحد على 12 ده ثابت في عدد الاقصاط على اتنين في مدة المبلغ الاول اسمه الوان مدة المبلغ الاخير طب انا اجيبهم ازاي بقى انا اعلمتك من شوية ان انا عندي دفعة عادية ودفعة فورية دفعة فورية اللي بتدفع فورية انا افترض ان انا هقصط فوري على اربع اقصط في السنة كل ثلاث شهور مثلا ادي الاست الاول بعد ثلاث شهور الاست الثاني بعد ثلاث شهور التالت بعد ثلاث شهور الرابع والسنة تبدأ هنا يوم واحد واحد وتخلص هنا في النقطة دي يوم واحد ترتين اتناعشو المبلغ الاولية اللي انا اديته للراجل ده قاعد عنده قد ايه احنا بنحسب جملة جملة هنا بتتحسب هنا الجملة الاس بتتحسب هنا قاعد عنده كل الشهور دي في الفورية قاعد عنده كل الشهور دي يعني قاعد عنده 12 شهر يبقى ال L وان هنا ال L تو او بسميها ال L الاخيرة يعني اللي هو المبلغ الاخير ده قاعد عنده قد ايه قاعد عنده 3 شهور يعني انا كنت طريقة الدفع الراجل ده بيشوف بيشوفني كل 3 شهور ادي له اس فاول مبلغ ده قاعد عنده المدة كلانا لو بيقفل حسابي ومحتردين اتناشا بيقفلش حسابي هنا بيقفل حسابي في اخر السنة طيب يبقى دي الفورية بص فمن غير رسمة خالص ممكن احسبها بالطريقة دي بالدفع الفورية مدة اول مبلغ اللي هو اللي هو ان يساوي عدد الشهور كلها يعني مثلا لو انا على سنة يبقى اتناشر شهر لو على سنة يبقى اتناشر شهر طب مدة المبلغ الاخير يساوي طريقة الدفع يا رجل بيشوفني كم مرة بيشوفني كم مرة كل تلات شهور يبقى طريقة الدفع كل تلات شهور لو كل شهر يبقى اكتب واحد وهكذا حلو جميل دي بالنسبة للدفع الفورية طب لو الدفع عادية انا بروح لك اخر كل تلات شهور ادي واحد واحد بدأ هنا هستنى تلات شهور وديك اول است يبقى اخر كل دي عادية وبعدين تلات شهور كمان وديك است تلات شهور كمان وديك است ثلاث شهور كمان وديك قصة خلصة السنة ادي الاس تتحسب هنا يوم واحد وثلاثين وثناثر طيب اول مبلغ ده هو اللي وان قاعد عند الراجل قد ايه قاعد عند الراجل كل المدة دي مع عدد ثلاث شهور الاولين دول يعني هو بدأ يعد من هنا من اول ما خد مني الفلوس قاعد عنده تلاتة وتلاتة وتلاتة يعني قاعد عنده تسعة طب والتلاتة دول لا انا ما كنتش رسا خدت منه حاجة يبقى لما جيلك هنا في الدفع العادية اقول لك ايه مدة المبلغ الاول ساوي ايه اختصارا للرسمة يعني الكلون ده يعني انا اللي عامله عشان اسهل على الطلبة طريقة حفز الالوان والالتو او الالن الالاخيرة يعني عدد الشهور كلها يعني مثلا هنا على سنة يبقى 12 ناقص ترية الدفع ناقص تلاتة يبقى ازا الالوان بتسعة مدة المبلغ الاخير انا اول ما خدت منه الفلوس ما استثمرتهاش قفلت يبقى مدة المبلغ الاخير دائماً بتكون إيه؟ صفر هي مش دائماً طبعاً هو في حالة هي مش موجودة عندنا في الكتاب يعني الحالة إن أنا أأخر المبلغ الأخير بس أنا قلت لك أنا مش هاخد تأجيل هاخد بس العاجل عشان كده قلت لك دائماً تعمل المبلغ الأخير في الدفع العادية يساوي صفر يبقى دي حالة الدفع العادية ودي حالة الدفع الفورية وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة نشوف إزاي نطبق على جملة الدفعات العادية وجملة الدفعات الفورية